السلام عليكم سعيد باللقاء معكم الجليل اليوم أردت هذا مجموعة من المفاهم الفيزيائية مجموعة الخلاصة من هذا القول هو أنه ليس كما أعتقد البعض أن الإنسان يشكل مركز الكون إلى آخره الإنسان هو شخص ضعيف حياته قصيرة سوف أقوم بتوضيح أنه ربما فقط الشيء الوحيد الذي يتمتع به الإنسان هو عقله هذا هو الشيء الذي قد يميزه عن باقي المخلوقات في هذا الفيديو سنتحدث عن مفهوم الزمن ومفهوم المادة سوف أحاول إجابة عن السؤال أو التسجيل وسوف أجيب عن السؤال هل الكون من خالق؟ يعني استعمال منهج العقلاني الذي يجب أن يتمتع به كل فيزيائي إذن الزمن إذن الزمن ما هو الزمن؟ الزمن هل يوجد شيء اسمه الزمن؟ هو شيء يعني نشعر به نظرا لأننا نكبر يعني بين لحظة وأخرى نشعر أننا شيء بداخلنا يتغيى ولأن لدينا ذاكرة إذن بمعنى الذين ذاكرة فإنه نقول عن شيء حدث قبلا يعني شيء في الماضي وهناك شيء يحدث الآن وهناك شيء يحدث فيما بعد وجميع جميع يعني الظواهر الفيزيائية تحدث عبر شيء يسمى الزمن يعني ونشعر بالزمن أيضا نظرا لكون هناك تعاقب ما بين الليل والنهار نشعر بأن هناك شيء يعني يتطور إذن هناك يعني زمن ونظرا للأهمية البالغة للزمن في حياة الإنسان فإنه اتكر الساعة الساعة التي نقص بها الزمن هذا الزمن هو شيء نسبي في القرن الماضي القرن التاسع عشر العالم المشهور أشتيت يعني بينا بما لا يدعو للشك أن الزمن هو شيء نسبي أن الزمن يتغير حسب المعلم أو المعالم يعني الذي نوجد فيها وكذلك حسب السرعة هل نتحرك بسرعة فائقة أو بسرعة باطئة وهذا ما يسمى بالنظرية النسبية وهذا ما يسمى بالنظرية النسبية والنظرية النسبية كون أن الزمن يعني في في الميكانيك الغولاتيبست أن الزمن يتغير يعني الزمن يمكن تمديده وكذلك يمكن تسيره حسب نوع الحركة هل نتحرك بسرعة فائقة أو أول وكبتال بسيط على أن الزمن يعني الإحساس بالزمن أو قياس الزمن يختلف حسب المعلم إذا ما ينام الإنسان فإنه لا يشعر بعشرة ساعة مرات كأنه ناس ساعة أو عشرة دقائق وهذا دليل على أن الزمن يتغير حسب المعلم ويقال أنه إذا ما ينام الإنسان فإنه يكون كالميت بمعنى أن النوم شبيه بالموت ربما أن الروح الإنسان تتحرر من الجسد عندما ينام حتى يعني يرتاح الجسد وعندما تتحرر الروح فإنها لا تشعر يعني الفترة التي ننام الإنسان كأنها بضع دقائق وأيضاً يعني ويذكر في القرآن الكريم فيما معنا في يوم كان مقداره مئة ألف سنة لمدر الدول وهذا دليل على أن الزمن هو نسبي حسب نظرية النسبة لعليم أرشتين حياة الإنسان هي مجرد تمديد كالمطاط الذي يتمدد يعني أن الله سبحانه وتعالى أنه مدد العمر مدد العمر الإنسان لكي يشعر بأنه يعيش فترة قويلة تمانين سنة أو ستون سنة أو مئتان سنة هي بمقدار آخر في معلمين آخر كأنها تانية أو بضع تواين هذا دليل على أن العمر الإنسان قصير والدليل كذلك الآخر على أن حياة الإنسان هي تافهة كون أنه بعد أسماك تعيش أكثر من أربعة مئة سنة بينما مهد الأمر الإنسان لا يتجاوز إلى مئة وعشرون سنة هذا فيما يخص الزمن المادة المادة التي تكون بها الجسم الإنسان هي مادة تتكون من ضرات هذه الضرات يعني شبهة بالضرات التي توجدها في الكون هذا الدليل على أن الإنسان يعني أصله من الكون يعني من الأرض هناك يعني معلومة علمية تقول بأن في الضرة تسعة وتسعون فصل تسعة وتسعون في المئة مجرد فراغ والباقي هو المادة إذن مهما تكون دخامة شخص مؤين فإذا قمنا بسحب الفراغ الذي يوجد في جسمه فإننا سوف نحول ذلك الشخص إلى مجرد نقطة إذن هو مليء في حقيقة الأمر ومليء بالفراغ وهذا يعزز النظرية التي تقول بالانفجار القوي كما تسمى بالبيك بوم لأنه عندما خلق الكون خلق من هذه من خلقها يعني كان مجموع في نقطة واحدة فهناك انفجار أدى إلى تكون المجرد والكواكب والنجوم إلى آخره التي تعيش فيها المخلوقات إذن هناك انفجار أدى إلى يعني أن المادة يعني يعني المادة انسجمت مع الفراغ فأعطتنا ما نسمي إذن الأشياء التي نراها الحقيقة هي جزء كبير منها مجرد فراغ إذن المادة هي مليئة بالفراغ وبالتالي إذا ما نجمع فكرة أن العمر ذي الإنسان قاسر وأن جسده مليئ بالفراغ نستنتج بأن هذا الإنسان رغم غروري ورغم عن جريته ورغم أنه لا شيء الشيء الوحيد الذي يكرمه هو وجود العقل وأنه لديه عقل وأيضاً لديه روح هذه الروح هي مخلوق إلهي إذن نأتي إلى السؤال الأخير هل من خالق للكوم هل يحق لنا أن نتسأل كفزيائيين هذا السؤال طبعاً يحق لنا وهذا شيء يعني مذكور يجب أن نتدبر في الكون وكي نستنتج بأن الكون خالق سوف أعطي مثال بسيط حتى يفهم الكل عندما ترى منزلاً جميلاً مبنياً بطريقة جيدة إذن تقول أن هذا المنزل قد يعني بناه فلان نفس الشيء إذا نظرنا إلى الكون هل هذا الكون أليس من هذا الكون من بين مثال آخر إذا نظرنا إلى الساعة قلت الساعة التي نقص بها الزمن هذه الساعة هي لحد الآن يعني أضق ما يمكن تصوره ورغم ذلك أقول بأنه مع مرور الزمن لا بد أن هذه الساعة مهما كانت ثقتها فإنها سوف تتأخر أو تتقدم قليلاً هذه مجرد ساعة خلقة على الإنسان إذا نظرنا إلى المجموعة الشمسية التي نعيش فيها نحن هناك الشمس وهناك الأرض والكواكب التي تدور حول الشمس الأرض تدور حول الشمس منذ ملايير ملايير سنوات ورغم ذلك فإنها لا تتأخر في دورانها حول الشمس إذا الأرض بمثل الساعة ولكنها أكثر أكثر دقة إن لم نقول بأنها دقيقة يعني بشكل متالي لا تتأخر في دورانها حول الشمس وكذلك القمر الذي نقص بالزمن يعني الذي يدور حول العرب إذا هذه الساعة لا يمكن أن تكون هذه الدقة هي محد الصدفة نفس الشيء إحتمال أن يكون ذلك المنزل الذي وصفته في الأول أو الساعة التي وصفتها إحتمال أن تكون يعني يجتمع أجزاءها بشكل يعني عرضي يعني هكذا إحتمال منعدم نفس الشيء لا يمكن أن تظهر الكواكب حول الشمس بهذه الدقة التي تنهيها بمحد الصدفة لا بد أن هناك من ضبط لها يعني هذا ما حدث وضبط لها أيضا أيضا زمنها دائما ونحن فزيائيين دائما يعني نعتمد على مبدأ يسمى السببية اللغة الفرنسية يسمى la causarité أنه المجال المعناقسي نقول أن الطيار الكربائي هو الذي خلقه إذا لا يجب أن يكون كل شيء من سببه كل شيء يعني أن لا يجب أن يكون من صانع ومن خلق لذلك نستندج أن لهذا الكون خالق ومبدع نعود إلى مثال آخر وممكن أن نذكراه هناك الأمثلة عديدة كمثال آخر الطائرة التي يستعمل الإنسان اليوم لكي تقلع أو تطير لابد أن لها أن الصناع أو الصانع الذي خلقها سوف نجمله في الإنسان هذا الصانع قد ألم بمجموعة من العلوم مجموعة من العلوم يعني علم الإلكترونيات علم الحركة وعلم الإنسان المائعة في الفلوية كل هذه العلوم قد ألم بها حتى يقوم بصناعة الطائرة الطائرة الذي يطير هل يمكن أن يكون بمحطة الصدفة وتعلم كل هذه العلوم ويعطير بتلك الكفاءة التي تفوق طائرة لا يمكن إذن لا بد أن لهذا الكون من خالق مبدع سبحانه وتعالى إذن نتمنى أن نعد فيديو الذي يحمي مجموعة من الخواطر قد أعجب أعجبكم وندعوكم إلى تشجيع قناتنا بالاشتراك ويعني حتى نستمر في خدمتكم وندعو لكم موعدا في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته